معانا سؤال بيقول أخويا عقب أمي ولا عاذه بالله وكل ما نحاول نقنعه أنه هو يستقر ويتجوز ويشتغل يرفض ويلاوع وعايز إخواته يصرفوا عليه ومش عارفين نعمل معاه إيه ده حاجة بتبقى صعبة قوي قوي وساعات بقى يزيد في الأمر ده أنه هو يحس أنه أنتو ظلمينه شفتي ده بقى شفتي النموذج ده أنتو اللي ظلمينه وإنتو اللي عليكم حق أنه أنتو تحاولوا بقدر الإمكان أنه أنتو تمحوا كل الأسل اللي حصلوا في حياته ويرى أن يواجب عليكم أنه أنتو تعملوا كده الحل في الحقيقة شوية أمور الأمور دي لازم تكون فيها عين مركزة وقلب صاح أول حاجة ارفضوا بكل أشكال وبكل الصور أي نوع من أنه وعد تجاوز مع الأم حتى لو وصل إن احنا نقوله ما تقول ايه وعد تقول لها باسمعه لازم تقول لها حضرتك لازم تقول لها بكذا تبا أنا أقول كده ليه لأن في لحظة من اللحظات الشخص بيوصل إلى حد الاستبياع لما ما يلاقيش حد يرده وإحنا ماشيين هنا بقول صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلومة قالوا ننصره مظلوما قد عرفنا كيف أن ننصره مظلوما فكيف أن ننصره ظالما يا رسول الله قال أنت رده عن ظلمه في أول حاجة امنعه التجاوز لو في أي تجاوز في تجاه والدتكم امنعه التجاوز ده وقفوله وارفضه أن أنت تجلسوا في مجلس بيتجاوز فيه مع والدتكم ولو هو بيتجاوز مع والدتكم ما تخلوهاش تقعد في نفس المكان اللي هو بيقعد فيه يعني إحنا محتاجين نحسسه أنه هو بيتطرد لأنه طول ما هو حاسس أنه من حقه يتدلع ومن حقه أنه يتجاوز مع والدتكم ويتجاوز معاكم هيمارس حاجة اسمها معروفة قوي قوي هيمارس معاكم الاستهلاك هيتحاول ليبقى زي البير اللي مالوش قرار تحطه فيه فلوس وتحطه فيه حنية وتحطه فيه كذا وهو البير زي ما هو ده الأمر الثاني لازم نتأكد أنه ما عندوش اضطراب نفسي يعني لازم نتأكد أنه ما عندوش اكتئاب حد لازم نتأكد أنه ما عندوش الأمراض المزعجة اللي ممكن معاها ممكن يحصل حاجات سيئة جدا فإحنا لازم نشوف هو إيه اللي عنده فلازم يعرض لو كان بالهيئة دي احتمال كبير يكون محتاج أنه يعرض على طبيب نفسي الحاجة الثالثة اللي احنا مهم جدا أنه نشوفها ونعملها في الحالة دي أنه نخلي أقرب الناس إليه يقعد معاه يعني الشخص اللي هو بيحب يتكلم معاه ويقعد معاه يقعد معاه ويتكلم معاه ويشوفه وليه بيمارس الحقوق مع أمه وبيعمل كل الكلام ده وشايف أنه هو ليه حق عليكم وبيلاوع أنه هو ما يتجوز وليه عازف عن الحياة بهذه الطريقة أظن أنه هو لو لا أحد كويس يكلمه هيتكلم معاه ويقول كلام مهم وده في حد ذاته عيكون مهم جدا جدا أنه نعرفه ونفهمه الحاجة الأخيرة اللي أنا شايف أنه لازم نعملها بالنسبة له هو أنه نكون زي ما بيقوله كده على قلب رجل واحد ما ينفعش أنه في حد يحاول بقدر الإمكان أنه هو يحركه أنه يعمل حاجة صح وبعدين ييجي في النص حد يقوله لأنه ده عيخليه يفسر هو الكلام اللي بيحصل ده أنه كلهم بيكرهوه وده بس اللي بيحبه لازم نكون جدين في التعامل مع الشخص ده لأن الشخص ده ممكن يكون مؤذي النفس والآخرين ترجمة نانسي قنقر